تأملات خواطر روحانيات حول آيات الحج والعمرة في القرى الكريم وبدأنا بهذه الآية رقم 196 صورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله تأمل الأول النهاردة ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديات من صيام أو صدقة أو نسك سبب نزول الآية دي إيه واحد من الصحابة اسمه سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه سيدنا كعب كم محرم وطبعا لما نزل قول الله تعالى ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة اوعى تحلق راسك إلا لما تصل إلى قضية الهدي وتنتهي من المناسك فتلاقي الشعر بيبقى طويل جدا وطبعا ممنوع أن أنا أخس الشعر كويس عشان ما يقعش منه شعر وعشان في بعض محظورات الإحرام اللي هنقف معي بعد كده يعني لأن الله يحب هذا الله يحب أن نأتي إليه شعثا غبرا ضاحين ويباهي بنا ملائكة ربنا مش عايزك تقف على عرفة أو في العمرة وأنت في الحج في المناسك سواء الحج والعمرة تبقى مصرح شعرك ورحتك حلوة وتبقى منهندم لا 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 ده هو ربنا يريدك كده متبهدل كده بعرأك بشكلك بوضعك الطبيعي ده عشان رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره فده له مغزى وربنا يباهي بين الملائكة يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا الراس مش متصرحها والشعر متبهدل غبرا عليهم غبار وطراب وتبقى واقف في الإحرام كده ممنوع لا تصرح ولا تحط عطر ولا تغير يعني بهيئتك كده مع طبعا احترازات الفقهية طبعا يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم جميعا يا رب ارزقنا الوقوف على عرفة في يوم عرفة في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين فسيدنا كعب بن عجر يعيني أصيب بهوام في رأسه حشرات وقمة والأمل يعني والحجدة فبدأ يتناصر لدرجة أنه كان بيتناصر من شعره على جسده فسيدنا النبي قال له أتؤذيك الهوام يا كعب قال نعم يا رسول الله مش قادر تحمل وانت قلت ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهادي ومحلة طبعا اعمل ايه فسيدنا النبي قال له احلق شعرك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسكا نترجم يعني النبي قال له عادي احلق شعرك عادي علشان الآزة اللي فيه والحشرات والأمل اللي فيه واستعيد عن هذا او تجبر هذا اما انت صم ثلاثة أيام او تطعم ستة مساكين او تنسك نسك يعني تزبح زبيحة وتوزعها ونزل هذا الامر بقى من السماء بقول الله تعالى سبب النذول هوت فمن كان منكم مريضا او به اذم من رأسه سيدنا كعب او به اذم من رأسه خير ففدي احلق عادي ففدية من صيام تلاثة أيام او صدقة اطعم ستة مساكين او نسك تزبح زبيحة اللطيفة هنا ايه التيسير وسيدنا كعب كالترخير والله يجمله على رأسنا كلنا لاللي سيدنا كعب لو ما حصلوش كده وهو مع سيدنا النبي وما كانش سيدنا النبي جاب التيسير ده كنا هنعمل ايه لو حد حصل له دلوقتي اذن او مرض او عزر كان هنعمل ايه كنا هنجيب صيام ستة أيام او اطعم ستة مساكين او زبيحة منين جبرا لهذا الامر زي الناس اللي ظلموا سيدنا آدم وقالوا الله سامحوا آدم وخرجوا من الجنة لا ده ربنا يكرم سيدنا آدم انه عصى فتاب الله عليه فيشكر ان نفتح لنا باب اسمه باب التوبة قد اللطيفة الاولى للا دي فمن كان منكم مريضا او به اذن من رأسه ففديات من صيام او صدقة او نسك تمام دي اللطيفة الاولى يسروا ولا تعسر ترجمة نانسي قنقر